عشان كده حضرك النقطة اللي حضرك بالسرعة دي مهمة جدا في ايه؟ ان انا فرد ان انا عندي سمات شخصية حدية وان انا عندي التراب شخصية حدية سمات الشخصية الحدية احنا كلنا في الغالب عندنا الكوكتيل يعني احنا تكون تمام واغدي من كل حاجة حاجة او شكلين يعني واغدي من كل بستان ظهرة كده ايوه عشان نعرف نشغالها في كل حد عسان عمال اقول لا يبقى كده فيه موضوع خطر يعني كل اللي بتقوله متطبع علينا لا فقصة السمات الشخصية هو الطبيعي ان الشخص يكون عنده سمات مختلفة من كل الشخصيات لان انا كانسان بتصرف في الموقف الواحد يعني في الموقف الواحد باكتر من استجابة على حسب طبيعة الموقف والاشخاص والحالة النفسية بتاعته وفيه حاجات وده اللي بيخلينا بعد شوية اخد انطبع عن شخص فممكن انا مع اصدقائي اتصرف بشكل لكن في سوشال ميديا قدام الناس هتصرف بشكل تاني خالص قدام الطلبة بتوعية او قدام الناس اللي غرب عني انا هتصرف بشكل تالي او تالت فكل مرحلة وكل وقت بيكون له السلوك اللي يخصه الشخص اللي عنده اضطراب في الشخصية عموما هو بيعمم نمط السلوك بتاعه بيعمم انفعلاته بيعمم احساسه بنفسه وعلاقته بالاخرين شكلها ايه فحنا بنروح لكلمة اضطراب لما تبقى السمة دي هي اللي بقيت غلبة على الشخص يعني هو طول الوقت عنده انفعلات عنده طهرات مزاجية حد جدا غير مبررة عنده طول الوقت بيدخل نفسه احساسه بالفراغ او ان هو يدخل نفسه في حاجات علشان يحافظ على اللي قدامه ويقلل من قيمته في العلاقة ويمكن يبقى سلوك اللي قدامه ويقبل عادي مفيش مشاكل ده الحالة دي بالزبط زي ما بنشوف في نجوم كتير في النجوم نجوم في الغنى نجوم في التمثيل والفن في مصر وفي الوطن العربي وفي برا وفي امريكا وفي كل العالم بنلاقي شخصية مشهورة جدا ممكن شفنا وقع اخيرة كنا بنقعد نقول طب هي الفنانة دي ممكن تابل في نفسها كده ليه يعني طب هي قبلة مثلا بالمهانة ليه يعني هي حاجة حجمها يمتها عند الناس كبيرة قوي فهل ده يعتبر اضطرابات شخصية حدية الاضطرابات شخصية الحدية هي شائعة يعني 2% تقريبا من الناس من كل المجتمعات حوالي 2% من الناس مصابين بالاضطرابة شخصية الحدية وتقريبا 10% من الاضطرابات الشخصية كلها او الاضطرابات النفسية اللي بتيبقى موجودة يعني دي ملهاش علاقة بال يعني اصد ممكن يبقى حد معه فلوس حد عنده شهرة حد اجتماعيا مربوك جدا ملهاش علاقة لا بتبقى اضطرابات في الشخصية